اشتركوا في القناة اضع روجر لوغان البالغ من العمر 57 عام لعملية جراحية لازالة ورم حميد في مستشفى باكرسفيلد بولاية كاليفورنيا الامريكية في الحادي وثلاثين من يناير كانون الثاني الماضي وقال الجراح في بولديف انهم وجدوا ورم عبارة عن كتلة كبيرة متورمة اسفل منطقة المعدة وبعد تحليلها تبين انها ورم حميد اي غير سرطاني بعدما كان التشخيص المبدئي زيادة وزن مفرطة